طبعا بنقول هارد لك النهاردة للنادي الاهلي خسارته بطولة كاس السوبر الافريقي قدام فريق اتحاد العاصمة الجزائري وبنبارك طبعا لاشقائنا في الجزائر بفوز اتحاد العاصمة بطولة اكيد هتبقى بطولة غالية بالنسبة لهم بنبارك المدير الفني واتكلمنا مبارح انه هو مدير فني مخضرم عبدالحق بن شيخة وانه هو من المدربين الكبار اللي بيعرفوا يديروا المباريات الكبيرة واتكلمنا مبارح انه على الورق الاهلي وضع طبيعي انه هو يكون الاقرب للفوز ولكن يعني خلينا نقول ان قدر الله مشاء فعل هزيمة النادي الاهلي النهاردة ما تقللش من النادي الاهلي بأي حال من الاحوال النادي الاهلي كان ومازال هو الفريق الاكتر في مصر اللي بيفرحنا وبيسعدنا بالبطولات القرية ومتعود على السوبر الافريقي وعلى دوري ابطال افريقيا ويا ما فرحنا ويا ما اسعدنا والبطولات ما بتتعملش بس علشان النادي الاهلي يكسبها نادي الاهلي اه طبعا منافس على كل المباريات عايز يكسب كل المباريات عايز يكسب كل البطولات ولكنه طبعا اكيد في بطولات هتوقع وفي بطولات اكيد ان هي هتبقى مش من نصيب النادي الاهلي لان احنا لو عملنا البطولات كلها للنادي الاهلي يبقى كل الفرق تعد في بيوتها كلمنا مبارح وقلنا ان المباراة في بداية موسم خلينا نقول في بداية موسم اكيد طبعا زي ما بنقول على النادي الاهلي برضو بنقول على اتحاد العاصمة ان هي بالنسبة له برضو في بداية موسم لان زي ما الدوري في مصر ما بدأش برضو الدوري في الجزائر ما بدأش نرجع ونقول جمهور النادي الاهلي يرفع راسه ما فيش اي مشكلة خالص ان انت تخسر بطولة طبعا اتكلمنا مبارح وقلنا ان البطولة اما بتكسب بطولة افريقية او سوبر افريقي في بداية الموسم يكيد من شأنها بتعلي الروح المعنوية بشكل كبير جدا خصوصا الاهلي داخل على تحديات كبيرة ومنها دوري السوبر الافريقي ومنها كاس العالم للاندية يمكن النادي الاهلي فرط النهاردة في الفوز خصوصا في الشوت الاول يمكن النادي الاهلي مفيش اي خلاف على التشكيل اللي بدأ لانه ممكن برضو حضرتك هتبتدي ممكن تسمع يعني الناس هتطلع تقولك أصل المفروض كان بدأ بفلان وما بدأش بفلان طب ليه قعد فلان ولا ما ولا لعب علا لا طبعا الكلام ده كله مفيش منه اي فايدة الرجل نزل لعب بتشكيل من وجهة نظره هو التشكيل الأمثل ومن وجهة نظرنا احنا بنتفق معاه مفيش اي مشكلة في التغييرات اللي عملها الرجل الفضل النهاردة يبدأ بإمام عشور والحد مبارح كانت الناس بتقول إمام ممكن هو اللي يبدأ ولا مجدي أفشا النحية التانية اللي كان فيها خلاف شوية هل ريدا سليم ممكن يشارك في بداية المباراة ولا بيرسيتاو كان الرجل واخد قراره إنه يبدأ النهاردة بريدا سليم وإمام عشور كصفقات جديدة وانا اتفق معاه خصوصا في التغيير اللي كان عملها اللي هي بداية ريدا سليم للمباراة وجلوس بيرسيتاو على دكة البودلاء كلنا عارفين إن بيرسيتاو يمكن آخر واحد اللي تحق بالبعثة بعد ما خلص ارتباطاته بمنتخب جنوب أفريقيا وجاي من سفر طويل ويعني ريدا كان موجود وكان مرتاح أكتر وكان الوضع الطبيعي إنه هو يفكر إنه هو يدي له الشغل والتشكيل بتاع مارسل كلار كان واضح من البداية إنه هو تشكيل هجومي واضح إنه هو نازل يكسب الفوارق الفنية طبعا قبل المباراة كلمنا إنها كلها في صالح النادي الأهلي ولكن طبعا اتحاد العاصمة ومديره الفني عبدالحق بن شيخة قدر إنه هو يفاجئ الأهلي يمكن من أول دقيقة كان يقدر إنه هو يسجل بضربة سابتة كان لعيبة الأهلي ودفاع الأهلي مش وقفين فيها كويس الراجل سندها بدماغه ليه المهاجم اللي طلع عليه الشناوي ومنع هدف مؤكد للفريق الجزائري في أول المباراة يمكن فيه الديقة الأولى بعد كده ابتدت اتحاد العاصمة يعني على استحياء يحاول إنه هو يهاجم تزديدات من بعيد غير مؤسرة ولكن النادي الأهلي اتحكم فيه زمام الأمور تماما فيه الشوت الأول راح كتير لحارس مرمى اتحاد العاصمة ويمكن اللمسة الأخيرة وقلة التركيز وطبعا برضو الحظ السيء في بعض المواقف هي اللي منعت النادي الأهلي ويمكن مع ضغط النادي الأهلي تراجع فريق اتحاد العاصمة تماما للدفاع وحاول إنه هو يشتغل على المرتدات اللي ما كانتش بتكمل بالنسبة له كان يقدر النادي الأهلي يسجل وكان يقدر يسجل هدفين وثلاثة على الأقل الشوت الأول وهنا دايما بنتكلم وبنقول إحنا بنلعب مباراة في بداية الموسم بداية الموسم والناس اللي متابعانا كويس اتكلمنا مبارح وقلنا ما تنتظرش من اللعيبة إن هي تقدم لك أحسن كورة ما تستناش تشوف الأهلي اللي انت تعرفه لإن خلينا نتكلم برضو بصراحة الكورة مش عافية انت اللعيبة خلصت موسم خارجة من موسم بنجاح كبير بنسبة 100% الناس رياحت بدأت فترة إعداد الناس سفرت النمسا راحوا ماتش ودي ماتش ودي تاني هنا تجربة أخيرة مع طلاقة الجيش على المباراة فالاستعدادات لسه الفنية مش كاملة الاستعدادات البدنية مش كاملة وعلشان كده يمكن كان الواحد الآن إن النادي الأهل ما قدرش يسجل الشوت الأول لأن كان الواحد عارف رغم الحماس اللي حينزل بيه نادي الأهل للشوت التاني وإحنا عارفين نادي الأهل لما بيبقى متأخر وبينزل والتغييرات ودي عايز يتعادل وبطولة مهمة ولكن الرصيد البدني هنا في أول مباراة في السنة مش موجود فبالتالي كان الواحد مقلق من الشوت التاني ودوه يمكن اللي ظهر فيه الشوت التاني يعني الشوت الأولاني آه الأهل مهاجم رايح بيضيع ولكن يمكن الشوت الثاني شفنا أخطاء كتير جدا أخطاء نبع عن تفكير بطريقة خاطئة التصرع غير طبيعي والحاجة اللي الواحد توقف عندها شوية في الشوت الثاني ويمكن دوت يعني ملوش أي علاقة بالاستعدادات البدنية والفورمة وكده إن ابتدى النادي الأهلي نشوفه الشوت الثاني بياخد الكرات الطويل عايز يوصل على طول من كرة واحدة تتحط قدام وشفنا إزاي طبعا كلنا عارفين إن كرة بتنزل تطب مع إن الملعب مرشوش كرة بتنزل تطب وبتجري على الأوت